اعلان نادي الاتحاد السكنديري عند عاقده مع احمد يحيى قادما من الانتاج الحربي في صفقة انتقال حر ووقع حارس المرمى السابق للانتاج على عقد يربطه بزعيم الصغر لمدة ثلاث سنوات مقبلة يحيى يبلغ من العمر 33 عام خاض 23 مباراة مع الانتاج الحربي في الدور المصري 2020-2021 استقبلت شباكه 44 هدف ولعب يحيى مع الانتاج الحربي منذ انضمامه اليه قادما من سموحه في يوليو 2018 ودعم الاتحاد حراسة مرمى بعد انتهاء اعارة محمد صبحي وعودته لفريقه الزمالك وقال احمد يحيى في البداية اتوجه بالشكر الى نادي الانتاج الحربي واللواء اشرف عامر وكنا نتمنى تقديم افضل شيء وقال لا يتعرض الفريق للهبوط ولكن هذه هي كرة القدم واضاف اخر مشاركة لي مع الانتاج كانت امام الاتحاد السكندري وظهرت بشكل جيد وبعدها تحدث معي محمد مصرحي ايس النادي ووجدت طريق التعامله معي مثالية وواصل شرف لي التواجد مع الاتحاد السكندري الذي يمتلك جماهير عريضة وساعدته جدا بالتعامل مع محمد مصرحي واكمل كذلك شرف لي العمل مع مدرب بحج محسام حسن الذي يمتلك اسما كبيرا على مستوى كرة القدم في مصر سواء لعبا او مدربا وايضا اتشرف بالتعامل مع ابراهيم حسن ومدرب حراس المرمى عماد المندو واتم تصرحاته ابراهيم حسن تحدث معي عقب انضمامي للاتحاد السكندري وحفزني كثيرا وتمنى ان اكون عند حسن ظن الجميع بعدما وقعت للنادي لمدة سلاسة مواس